بسم الله الرحمن الرحيم الطيور وكل حيوان مكسو بالريش لحليته وحرمته ثلاث ضوابط طولية مترتبة الأولى كونه من الجوارح أو من غير الجوارح الثانية الضابطة الثانية الصفيف والدفيف الثالثة وجود أحد ثلاث أمور فيه القانصة الصيصية الحوصلة يعني أول شيء نريد أن نعرف به أن هذا الطير حلال أو حرام ننظر هل هو من الجوارح من الطيور الباطشة كالصقر والعقاب والباشق والشاهين والنسر وما شاكلها طير عنده مخالب أظفار قوية يصيد بها يبطش بها كثير من الطيور ولعل جميعها عندها أظفار حتى الدجاج والحمام والعصفور هذه الحيوانات عندها أظفار لكنها ليست أظفارا باطشة جارحة تصيد بها الصقر مثلا عنده أظفار قوية يصيد بها الحيوانات كذلك الباشق الشاهين النسر وما شاكلها إذا كان الحيوان باطشا فهو حرم إذا لم يكن كذلك حلال الحمام بجميع أقسامه محلل الحمام المنزلي الأهلي حمام البر الحجل الدراج وما شاكلها الطيور الصغيرة كالعصافير والزرازير والقبر هذه كلها محللة لأنها ليست من الجوارح إذن أول ضابط لمعرفة الحلال والحرام أن نرى هل الطير من الجوارح أم لا الآن ما عرفنا رأينا طيرا لا ندري هل يسمى هذا من الطيور الجوارح أم لا نذهب إلى الضابط الثاني وهي الدفيف والصفيف المقصود بالصفيف أنه يصف جناحيه يعني لا يحركهما أثناء الطيران هذا الصفيف الدفيف تحريك الجناحين طبعا ما في طير ما يحرك جناحه أصلا لازم يحرك غايته أن بعض الطيور تحرك أجنحتها أكثر مما تصف وبعضها يصف أكثر مما يحرك ننظر إذا كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرم وربما غالبا أو دائما يكون هذا الوضع ملازما لكونه من الجوارح ربما غالبا أو دائما كل طير يصف أكثر مما يدف يكون من الجوارح الحين فرضنا شككنا رأينا طيرا في البر صادوه ولا ندري هل هو جارح أم لا لكن رأيناه يطير فإذا كان يصف أكثر مما يدف يعتبر محرمة إذا فرض أن هذه الضابط الثانية ما عرفت طير طبعا قبل ما ننتقل للثالثة هناك طيور يعني حيوانات ذوات ريش فيها كلام قد هي لا تطير أصلا وليست من الجوارح لكن قد يأتي فيها كلام منها النعامة والطاوس والغراب النعامة ظاهرا كل العلماء أو جلهم يقولون بحليتها الطاوس فيه خلاف حلال هو أم حرام بعض الفقهاء يحرمه السيد الخوء رحمه الله يقول الطاوس حرام السيد السيستاني يقول هو حلال لاختلاف المباني في المسألة الغراب كل السيدين الخوء والسيستاني يقولان بحرمته مع أن الغراب حسب ما نشوفه بعض البلدان اللي فيها هذه الغربان تحرك أجنحتها الغراب ثقيل شوية جسمه ثقيل يعني يفطر يحرك أجنحته حتى يقدر يطير ولا يطيح مثلا وممعلوم هو طير جارح باطش مع هذا فيه رواية تدل على تحريمه هناك كلام في بعض أنواع الغربان لأن الغراب أقسام قسم منه غراب الزرع قسم منه الغراب الصغير ربما هو غراب الزرع أو غيره يسمى الزاغ هناك كلام أن كل أقسام الغراب حرام أو بعض أقسامه الأحوط اجتنابها جميعا يظهر كان فيه نوع من الغربان مو كان ممكن إلى اليوم موجود يتتبع المسافرين في الفلوات في البراري لما ينزلون يأكلون كذا ويقومون هو ينتظرهم يمشون حتى يأتي ويأكل ما سقط من الخوان يعني متى يحضر وقت الفراق فسمي بغراب البين يعني غراب الفراق صار يضرب به المثل يرجون يتشامون بالغراب يقولون هذا غراب البين يعني غراب الفراق وقت الفرق وقت اللي بعد قعد يرحون هذا يحضر يحضر بوقت التفرق والغراب حال حال بقية الحيوانات الكاسكو الببغاء وامثالهم مو باطش ليس جارحا حسب الظاهر نشوف يطلق مثلا واحد عنده ببغاء ربما تختلف انواعها بمكان يسد الابواب حتى لا يروح منه يهده يشوف من يطير يدف باجنحته اكثر مما يصف يجوز اكله يصف اكثر لا يجوز طبعا مو بمكان صغير نحن بالقفص هو مضطر لان المكان ضيق مضطر يحرك اجنحته مكان يكون واسع حتى يبين لما يطير يصف او يدف وقد تختلف اقسام الببغاوات النورس كذلك هل يدف ما ادري هذه اهل الخبرة يعرفوها يراقبوه يشوفون يصف اكثر او يدف وانتم زين الحين فرضنا ما عرفنا هي هاي الامثلة اللي الان ذكرت وبغاء مثلا ما قدرنا نختبره او نورس طالعنا ما اتضحت الامور ما عرفنا شنو وضعه وصادو وذبحو ما ندري هذا حلال او حرام هناك طريق ثالث لمعرفة حليته وحرمته ينظر ان وجدت فيه احدى ثلاث علامات فهو حلال ان لم توجد فهو حرام شنو هذه العلامات الثلاث قالوا الصيصية والقانصة والحوصلة او الحوصلة بتشديد اللام هذه اللغة بيها الشكل قضايا البارحة انا قلت الثعلب وابن وابن اوي تبين لا لغتين ابن اوى وجمعه بنات اوى منقول ابناء اوى مفرده اوى وجمعه بنات اوى لغة بعد اللغة طويلة وعريضة المهم الصيصية قايلين اصبع اصبع صغير يكون خلف قدم الحيوان خلف قدم هذا الحيوان بالريش وموجود يعني اذا واحد يمسك له مثلا دجاجة يطالع رجلها عندها اصابيع وورا رجلها اكو اصبع صغير اصبع صغير طلعه نتوء يعبر عنه بالصيصية موجود بالحمامة على شكل صغير جدا الدجاجة شوية اكبر حتى العصفور يمكن تلقون فرد نتوء جدا صغير طالع خلف رجلي حسب حجمه بعد كل شي وحسب حجمه هذا الشيء اللي يبرز كثيرا او قليلا يعبر عنه بالصيصية هذا النورس اذا صدتوه شوف وطالع رجله بي صيصية لو ما في صيصية اذا ما في الدورون علامة ثانية بعد ان يذبح يفتح جوفه هناك شيئان اخران واحد اسمه الحوصلة واحد شيء اخر اسمه القانصة القانصة اكو شيء احنا نسميه بس طلاحنا حوصلة بس هو القانصة يطلعون شيء لحمة ملونة بها شكل الوان بنفسجية كذا يشقوها يكون داخلها طعام وامثال او حصى او مشاكل هذه احنا نسميها حوصلة بس هي القانصة هذه التي يعبر عنها بالقانصة ويأكلوها عادة الناس لما يطبخون كذا القلب والكبد وكذا هذه هم يطبخوها تؤكل وفيه شيء اللي بمثابة المعدة شلون المعدة للانسان الانسان عنده هنا مريء وينزل وورا المعدة الطير هم عنده شيء من هالقبيل بعض الطيور ينزل يشكل كذا مثل كيس سابقا ايام الناس كانت ضعيفة حتى الكرة هذه الكرة عشر فلوس ما كانت تحصل بسهولة فكانوا بعض البيوت انا ادركتها هذه من يذبحون لهم دجاجة كذا يطلعون هالقانصة او الحوصلة اي شيء كانت نسميها ينضفوها بعدين ينفخوها تصير مثل كرة صغيرة يعطوها للطفل يلعبيها شي يسوون هذا لشان يحصلوا ما عندهم عموما هذا الشيء بمثابة المعدة يشبه المعدة في الانسان كذا خط بعدين كيس يصير فيه الطعام واحد يصير فيه الحصى واحد يصير فيه الطعام القانصة او الحوصلة اذا وجدت يعتبر هذا الطير حلالا ما في احد هذين الامرين يعتبر حرامة ونرجع النفس الامثلة هذا النورش والببغاء فرضنا واحد عجبه يأكل الببغاء اللي عنده حالة ما يأكلون الناس هذا حطيل الجمال الدان زعج منه قال أكله دبحه يعني يصير يأكله انت تدري به هذا صف او يقول لا والله ما ادري ما جربته شوف خلف رجلة توجد صيصية طالع شاف ماكو رجلة صافية يفتح جوفه عنده قانصة او حوصلة يعتبر حلالا ما عنده احد هذين الامرين يعتبر حراما البطريق عنده ريش اذا ما عنده ريش ما دخل ضمن هذه الضابطة هو هذا النورس اللي تكلمنا عنه ما ادري هو يكون نشوف هذه الضوابط المهم اي طير اي طير هذه ثلاث ضوابط واحد يحفظها اول شي هل هو من الجوارح يصيد طيور اخرى يقتل مثلا بمنقاره باضافره صار حرام ما عرفنا الروح نشوف دفيفه وصفيفه ما عنده دفيف او صفيف البطريق اذا عنده ريش انا ما ادري مو شايفه اذا لحم ريش خفيف المهم هذا الطير اذا البطريق عنده ريش على فرض هذا هو اخو ما يطير اكيد ما يطير حتى نشوف دفيفه وصفيفه ما ندري هل هو من الجوارح يعني يصيد يقتل مثلا اذا هم ما عرفنا نأتي الى هذه الضوابط الثلاث نشوف رجلة اكو وراها اصبح صغير نفس البطة المهم اي شي كان نلاحظ هذه الامور الثلاثة ان وجد فيه شيء منها فهو حلال ما وجد يعتبر محرمة مو لازم ثلاثتها تجتمع واحد منها كافي احد هذه الامور زين البيوض شلون مثل ما قلنا سابقا بيض السمك في الاسماك هالكلام مر ان بيض السمك يتبع نفس السمك ان كانت السمك محللة لها فلس فبيضها حلال كانت محرمة لا فلس لها بيضها محرم الطيور كذلك كل طائر لحمه حلال بيضه حلال صغيرة كانت البيض او كبيرة اصفور بيضة صغيرة نعام بيضتها كبيرة يمكن بيها كيلو وزن بما ان النعامة حلال بيضتها حلال بما ان العصفور حلال كذلك البيض اي حيوان يحرم اكله فرضنا الصقر الباشق وما شاكله او طير يصف اكثر مما يدف الطيور المحرمة بيوضها ايضا محرمة زين فرضنا واحد وجد بيضا في الصحراء على رؤوس الاشجار وما يدري اوش اوش فيه بيض ولا يدري هذا تابع لأي طائر هنا ضابطة وهو وهي ان البيضة التي استوى طرفها بيضاوية ما في طرف ضيق طرف عريض يحرم اكلها اما اذا اختلف طرفها لها طرف دقيق وطرف عريض فهي حلال هذه متى اذا لم نعرف ان البيضة تتبع اي طير اذا عرفنا حين فرضنا دجاجة جابت بيضة اطرافها متساوية يجوز اكلها لان ندري هذه بيضة الدجاجة او فرضنا طير محرم رأينا بيضته ممتساوية الاطراف ميجوز اكلها لان نعرف نوعية الطير اذا جهلنا هذه هذه الضابطة هذه هذه القاعدة تأتي حيث يجهل الطير الذي تتبعه هذه البيوض الضابطة فيه تساوي الطرفين واختلاف الطرفين فان تساوية فهي محرمة وان اختلف فتلك البيضة محللة وصلى الله على اشتركوا في القناة لك اشتركوا في القناة شكرا